وضمن أولويات المواجهة على الأرض أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن العراق لا يحتاج إلى وجود قوات قيادة تالية أجنبية على أراضيه حيث أنه يمتلك العدد الكافي من المقاتلين في مختلف الصروف وأوضح أن العراق ما يزال بحاجة لتدريب والدعم من قبل قوات التحالف الدولي في الجانب الاستخبارية حيث أن المعركة مع تنظيم داعش الارهابي أصبحت معركة معلومات استخبارية بمواجهة الهجمات المتفرقة للتنظيم وإلى ذلك داع النائب السابق عن اتلاف النصر فلاح عبد الكريم إلى الفصل بين الأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية لكي يتركز عمل الأجهزة العسكرية على الجانب الأمني دون التأثر بالخلافات والصراعات السياسية البعيدة عن المعايير العسكرية المهنية